اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وحدت اجزاؤه لم يعد النشاط الذي يقوم به بوسلهام العرباوي ذا نفع او جدوى كان عليه ان يتأقلم مع الوضع الجديد انتقل الى تطوان في العام 62 900 والف وصار يتعاطى نشاطا اخر انخرط في تهريب الحشيش الذي كان يأتيه به احدهم من كتاما الى اسبانيا عبر مدينة سبتة المحتلة وفي طريق العودة كان يحمل السجائر وانواعا من الخمور استبدل تهريبا بتهريب ولم تكن الجرة لتسلم كل مرة في العام 75 900 والف قبض عليه بينما كان يحمل في سيارته اكياسا من الحشيش كان يريد بها الى الثغر المحتل حكم عليه بالسجن ستة اشهر في السجن التقى مغربيا من سبتة المحتلة كان يقضي عقوبة بالحبس بسبب اساءته الى سمعة البلد كان الرجل واسمه عمار المسبوق يملك محلا تجاريا في الفنيدق يجلب اليه الملابس المستعملة عن طريق باب سبتة وكان نشاطه يدر عليه اموالا هامة طبيعي ان يحدث بين الرجلين تقارب مع مرور الوقت صار يفكران في مشاريع مشتركة بعد ان يمضي عقوبتهما كان يريدان عملية العمر التي ستكفيهما مخاطر التهريب في العام 75 استعاد المغرب الاقاليم الصحراوية التي كانت تحت الاحتلال الاسباني كانت اجواء الاعداد للمسيرة الخضراء تعم كل ارجاء البلاد لما غادر بوسلهام السجن قبله بايام كان عمار السبتاوي قد استعاد حريته اوحى الى صاحبه ان فرصة العمر بالنسبة اليهما توجد في الاقاليم الصحراوية بعد فترة سيشرع في سحب البسيطة الاسبانية من التداول ليتم تعوضها بالدرهم العملة الوطنية كانت العملية تعود على من لديهم ارصدة بالبسيطة بارباح لا تقل عن 30% هكذا قامت شراكة بين السجينين السابقين استقر بوسلهام العرباوي في العيون وكان صاحبه عمار المسبوق يرسل اليه على دفعات بمبالغ هامة بالبسيطة يتولى بوسلهام استبدالها بالدرهم محققا ارباحا مهمة كانت له شبكة تتيح له الاستفادة من تلك العملية كانت عملية العمر كما توقعها وفرت لهما اموالا طائلة استقر بوسلهام في الدار البيضاء حيث اشترى عمارتين كانت عائداتهما من الكراء تغنيه عن كل عمل وكذلك فعل السبتاوي الذي اشترى عدة عقارات في تتوان ولكنه لم يستغنى عن تجارة الملابس المستعملة ومع مرور الوقت لم يعد الشريكان يلتقيان الا نادرا حين كان بوسلهام يتوجه الى الشمال في الصيف ثم انقطعت كل صلة بينهما لم يتزوج بوسلهام بالرغم من ان ايام الشباب قد ولت عنه دأب على ملاحقة الحسناوات جعل من نزواته نمط عيش كثرت عشيقاته وطالت قائمة اللواتي فارقنه وفارقهم كان كثير الاسفار وكان ما تراكم لديه من مال يغريه بشراء كل شيء وذات رحلة الى امستردام كان بين طاقم الطائرة مضيفة ذات اناقة وجمال لا يخطئهما ذو ابصار ذهبت بعقله قال في نفسه سيضيفها الى القائمة حاول اقناعها بمرافقته الى الفندق الذي سينزل به وكان فندقا من فئة خمس نجمات ولكنها اعرضت عنه وتجاهلت تلميحاته وفجأة وجدها تنزل في الفندق نفسه في الصباح توجه الى بائع مجوهرات واشترى خاتما ترصعه احجار كريمة كان يرى انها لن ترفض الهدية وستتجاوب ولكنها رفضت طيلة الايام التي قضاها في امستردام ظل يلاحقها علم ان الحسناء التي قضت مدجعه تسمى حليم الورداني حيره تمنعها هو الذي لم يألف ان تتحداه ذات حسن كان يرى ان كل شيء يشترى بالمال ولم يكن له رأي اخر في رحلة العودة الى الدار البيضاء كانت حليمة ضمن افراد الطاقم كان بوسلهام قد قرر ان يمضي معها الى ابعد ما يمكن حتى ولو اقتضى الامر ان يتزوجها الزواج لملا ستصير له وسيكون باستطاعته ان يطلقها بعد ان يقضي وطره منها استقر رأيه على تلك الفكرة وهكذا انتظر اللحظة المناسبة وفاتحها في الامر قال لها انه يريد ان يتزوجها ابتسمت ثم مضت ولما باشرت الطائرة الهبوط الى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء اعطته رقم هاتف البيت في اليوم التالي اتصل بوسلهام بمنزل عائلة الورداني اجابته والدة حليمة رحبت به وكانت ابنتها قد تحدثت معها بشأن الرجل الذي جن بها كانت ام حليمة ترى ان الرجل بالرغم من كل ما يملك يبقى رجلا نكرة ولذلك نصحت ابنتها بالحصول منه على كل الضمانات امهرها عشرين مليون سنتين ولكنها اشترتت عليه ان يهبها واحدة من العمارات السكنية التي يملكها في الدار البيضاء بدى مترددا استمهلها بضعة ايام رح يستشير صديقا له من هيئة العدول اوحى اليه بان يستجيب على ان لا يتم تسجيل عقد الهبا قال له سيكون بامكانه ان يتراجع قبل انقضاء عام على تاريخ الهبا تزوج بوسلهام من مضيفة الطيران الجميلة حليمة سافر على مدى نحو شهرين كان غاية في السعادة في الظاهر على الاقل وقد ادهشته بما تعرفه عن تلك البلدان التي زارها في امريكا اللاتينية وفي جنوب شرق اسيا جعلته وهي تترجم له ينفذ الى معلومات كثيرة حول الاماكن التي شملتها الرحلة ولما عاد الى الدار البيضاء حيث جهز لها بيتا فسيح الارجاء طلب منها ان تتوقف عن العمل كمضيفة طيران قال لها انه يغار عليها ولن يتقبل ان يتحرش بها اي كان بدى بوسلهام وقد تعلق بها ولا يريد فراقها هو الذي لم يتزوجها الا ليصل الى الاستمتاع بجمالها وبنية ان يجعلها تنتهي كالاخريات من قبلها في قائمة عشيقاته الكثيرات قال لها انه على استعداد ليخصص لها اجرة شهرية ولكن حليمة رفضت العرض واعتبرت ما يعرض اعتداء على كرامتها وحريتها واكدت له انها لن تتخلى عن عملها الا بمحض ارادتها كذلك بدأ الخلاف الاول بينهما كان خلافا اول وكان ايضا امتحانا اول واختبارا لماذا قابلية زواجهما للصمود والاستمرار رحل بوسلهام عن البيت وعادت هي الى بيت والدتها لم تكن تبدي كبير اسف عليه فهي ترى فيه ذاك الرجل الذي لاحقها مستعملا ما اتي من مال للتمتع بجمالها وهي تعلم انها لم تتزوجه لانها وقعت في حبه ولكنها قبلت به زوجا طمعا في ما لديه من مال لم تعطه قلبها فقلبها كان للذي احبته واحبها كان شابا مثلها اسمه عصام الزهري كان يعمل مدربا في ناد رياضي شهير بالدار البيضاء كان عصام يتابع اخبارها ولما علم بعودتها من رحلة شهر العسل اتصل بها التقيا في النادي اكد لها انه يحبها وعاب عليها قبولها بالزواج من ذاك الابلة بوسلهام مضت عدة ايام قبل ان يأتي بوسلهام الى منزل ام حليمة يطلب منها العودة الى البيت قال لها انه يتراجع عن مطالبتها بالتوقف عن العمل عادت الى البيت اذ لم يكن لديها مبرر لمواصلة الهجر عادت كان يقول لها انها ملكت قلبه ولا يستطيع فرقها وكانت ترد بانها ايضا تحبه ولكنها كانت تضمر له شيئا اخر الحلقة الثانية والاخيرة لما عادت حليمة الى بيت زوجها كانت تحرص على ان تبدو حياتهما طبيعية كان بوسلهام يحس بغصة في حلقه كلما ودعته الى المطار لم يكن يتقبل ان تفارقه ولم يكن يفارق ذهنه ان احدهم سوف يلاحقها ويتحرش بها كما فعله من قبل صارت علاقتهما كزوجين موسومة طول الوقت بتوتر خفي كان يشك في اخلاصها وكانت هي اكثر شكا في صفاء سريرته وكلما حلقت بعيدا في رحلات العمل كان خياله يمضي ابعد صار يشك في انها مرتبطة بشخص اخر وذات مرة كرر مطالبتها بالتخلي عن وظيفتها كانت قطرة افاضة الكأس لم تتردد وطالبته بتطليقها لم يكن قد مر عام على زواجهما وكان مطلبها ناقوس انذار بالنسبة لبوسلهام التي تعلق بها تريد مفارقته واذا متأتى لها ذلك فانها ستذهب بكل ما وهب لها وخاصة تلك العمارة سارع ابوسلهام الى صديقه العدل الذي كان قد اوحى اليه بانه يستطيع استرداد هبته لحليمة ما لم يمر عام عليها وعلى شرط ان لا تكون قد قامت باجراءات الحيازة تراجع عن الهبة لم تكن حليمة قد توقعت ذلك ولكنها وقد صارت تتجسس عليها لاحظت انه اكثر في الاوينة الاخيرة من اتصالاته بصديقه العدل انتابتها شكوك ومضت تستشير من له علم بالمسألة فاكدوا لها ان له الحق في التراجع عن الهبة قبل انقضاء العام على تاريخها كانت حليمة تتحاشى اللقاء بعشيقها عصام الزهري في الدار البيضاء وكانت تلتقيه في مدن اخرى او خارج المغرب وكذلك صارت تطلعه على تفاصيل حياتها مع بوسلهام العرباوي صار يعلم كل شيء وكأنه يعيش معهما تحت سقف واحد ولما ايقنت حليمة بان بوسلهام تراجع عن هبته المتعلقة بالعمارة صارت تفكر في طريقة للتخلص منها وفي الان نفسه للحصول على حظ مما كنزه من مال وما لديه من ممتلكات كان ذلك يقتضي ان تتنازل عن كثير من كبريائها وان تبدي كثيرا من اللين في تعاملها معه مهدت لاجواء مصالحة جديدة وتسنى لها ان تجعله يأتي اليها وديعا كالحمل بدت وقد اقنعته بان علاقتهما قد دخلت مرحلة جديدة كانت تنافقه حين تزعم له انها تحبه وكان هو يتظاهر بالسعادة الى جانبها كان قد سلط عليها احدهم يتبع خطاها في المغرب ولكنه لم يأته بعد بما يثبت خيانتها في احد لقاءاتها بعشيقها عصام في اسبانيا اتفق على خطة للتخلص من بوسلهام قررت ان تتخلص منه الى الابد واتفقت مع عصام ان يتولى تخريب مكابح سيارة الرجل بما يجعله يقضي في حادثة سير تتخذ شكل قضاء وقدر افترق وقد وعدته بانها سوف تتصل به فور التمهيد لتطبيق الخطة كانت اجواء المصالحة تعم البيت وقد اغتنمت حليمة فرصة عطلتها التي ستمتد اسبوعا كاملا لتطلب منه ان يمضيا بضعة ايام في ورززات لم يتردد وافق كان الجور بيعيا زار عدة مواقع طبيعية خلابة واستقر في فندق بورززات كانت خطتها تقضي بان تجعله يعود منفردا على متن السيارة تظاهرت بالمرض وكانت تعلم انه على موعد هام في الدار البيضاء مستهل الاسبوع قرر ان يغادر ورززات على ان تلحق به في اليوم التالي حينما تتوفر رحلة جوية من ورززات الى الدار البيضاء اتصلت حليمة بعشيقها الذي كان يقيم في فندق اخر وابلغته بان بوسلهام سيسافر فجرا كان يرى ان ما سيقوم به عمل بسيط كان عليه ان يتسلل الى موقف السيارات وان يقطع انابيب زيت الفرامل ثم يعود الى فندقه غاب عن حليمة امر هام فقد كان بوسلهام بعد ان اقترحت عليه قضاء بضعة ايام في ورززات قد ابلغ صديقا له كان قاضيا في محكمة الاستئناف بانه يحس بان زوجته حليمة تدبر شيئا ما ضده تسلل عصام الى موقف السيارات في الفندق الذي كانت تقيم فيه حليمة وزوجها بوسلهام كان يعرف سيارته رباعية الدفع الجديدة كانت سيارة فاخرة تقدم اليها تمدد تحتها وامتدت يده الى انبوب زيت الفرامل ضغط على الكماشة فقطع الانبوب في الان نفسه اصابه جرح بسيط في احد اصابعه لف الانبوب بقطعة شريط لاسق حتى لا يسيل الزيت على الارض فيثير الانتباه لم يستغرق الامر اكثر من ثلاث دقائق تسلل عصام عائدا الى الفندق الذي يقيم فيه فجر الاثنين الخامس من مارس من العام تسعين تسعمائة والف ودع بوسلهام زوجته على ان يلتقي في الغد في الدار البيضاء ركب سيارته وغادر اخذ وجهة مراكل كان الجو معتدلا وكانت اشعة الشمس الاولى تتراء خيوطا من ذهب كان كل شيء يبدو طبيعيا على متل السيارة ولما بلغ منعرجات ضغط على دواسة الفرامل لم تستجب وواصلت السيارة مسرعة حاول السيطرة عليها ولكنها جمحت به الى منحدر سحيح شهد مسافرون السيارة وهي تتدحرج لما استقرت اسفل الوادي كان بوسلهام العرباوي قد فارق الحلاء حضر رجال الدرك وفرق الاسعاف تم نقل الجثة الى مستودع الاموات بورززات وتم اخبار السلطات القضائية بالحادثة وبمقتل سائق السيارة لم تعلم حليما بالذي حدث وفي صباح الثلثاء ركبت الطائرة الى الدار البيضاء هناك علمت بما حل بزوجها كان عليها ان تمضي في اللعبة الى نهايتها تظاهرت بالحزن واتشحت ببياض الارامل كانت تحسب ان كل شيء تم كما دبرت له بتواطئ مع عشيقها عصام ولكن الامور ستأخذ منحا اخر فقد شك القاضي بمحكمة الاستئناف صديق بوسلهام شك في الامر اذ استحضر التخوف الذي عبر عنه صديقه قبل السفر الى وارززات اتصل بالوكيل العام للملك واخبره بانه يشك في ان الحادثة التي راح ضحيتها بوسلهام العرباوي كانت حادثة سير عادية وانه يتعين ايفاد فريق من الباحثين المتخصصين لفحص حطام السيارة واستجواب الزوجة والبحث عن كل ما يمكن من كشف الحقيقة اسندت المهمة الى رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية كانت المهمة تقتضي احضار الجثة الى الدار البيضاء ونقل سيارة الهالك الى احد الاوراش الخاصة للبحث في سبب سقوطها في الوادي تولى ذلك العميد محمد الصبار الذي عرف بكفاءته قام مع مساعديه بتفكيك كل اجهزة السلامة بالسيارة وكذلك اكتشف التخريب الذي تعرض له انبوب زيت الفرامل لاحظ ايضا ان بطرف الانبوب اثر بقعة حمراء كالدم وقد حرص على الحفاظ على كل تلك الاثار حين فكك الانبوب وبعث به الى المختبر بينت النتيجة ان ما لحق بانبوب زيت الفرامل كان فعلا مدبرا ومقصودا وان اثر الدم الموجود عليه دم انسان غير بسلهام صار يتعين الان الوصول الى صاحب الدم الذي علق بانبوب الفرامل التحريات التي اجريت حول حليمة اظهرت انها وقتا قصيرا قبل زواجها من بسلهام كانت على علاقة مع شاب يدعى عصام الزهري تم استدعاؤها الى المفوضية قالت للمحققين انها كانت سعيدة بزواجها من بسلهام كانت عينها تدمعان حين قالت انهما كان ينويان قضاء عدة ايام في ورززات وان موعدا اضطر بسلهام الى السفر قالت انه وعدها بالعودة بعد يومين ولما اتصلت به في هاتف البيت لتطمئن على وصوله سالما لم يكن يجيب ولذلك قررت العودة الى الدار البيضاء في الغد وانها لما وصلت ابلغت بالكارثة سئلت حليمة عن علاقتها بعصام ردت بانه مدرب في الناد الرياضي الذي تنتمي اليه وانها تلتقيه هناك ونفت ان تكون بينهما علاقة غرامية ما تم استدعاء عصام ولما مثل امام المحققين انكر معرفته ببوسلهام بل انه قال انه لا يعرف اي شخص يحمل هذا الاسم كان العميد الصبار ينوي وضعه رهن الحراسة النظرية غير انه لما استشار الوكيل العام للملك طلب منه ان يقوم اولا باخذ عينات من ريقه ومن ريق حليمة وان يبعث بها الى المختبر بعد 24 ساعة توصل العميد بالنتيجة وكانت تؤكد ان اثر الدم الذي اكتشف على انبوب زيت الفرامل لسيارة بوسلهام هو دم عصام الزهري القي القبض على الشاب كانت التحريات التي اجريت حوله قد اكدت انه كان في ورززات في الوقت الذي كان بها بوسلهام مع زوجته حليمة كانت الدلائل واضحة اعترف بانه تعرف على مضيفة الطيران حليمة في النادي الرياضي ونشأت بينهما علاقة حميمة كادت تتوج بالزواج لو لا دخول بوسلهام على الخط قال ان علاقتهما انقطعت بعد ان تزوجت من بوسلهام ثم بعد شهور عادت اليه تشكو تصرفات زوجها ثم طرحت خطة للتخلص منها مع الاستفادة من ماله على سبيل الميراث ثم انها طلبت منه ان يساعدها في تنفيذ خطتها ليخلو لهم الجو ويتزوج انكرت حليمة كل ما قاله عصام واصرت على انه من دبر قتل زوجها لانه صار يحقد عليها بعدما تركته وتزوجت بوسلهام ثم انه اعترف بانه من قطع انبوب زيت الفرامل الذي ادى الى الكارثة وليس هناك اكثر من الاعتراف فجأ عصام بانكار حليمة وسعيها الى تحميله وزر الجريمة وقرر ان يلقي باوراقه المحققين انه على سبيل الاحتياط عمد الى تسجيل كل ما دار بينه وحليمة سلم الباحثين الشريط والة التسجيل الصغيرة التي كان يحتفظ بها تمت مواجهة حليمة بالتسجيلات الصوتية ولم تجد مفرا من الاعتراف اعترفت وخسرت كل شيء كل شيء